كل حاجة مرة تانية نداء لشركات النقل وانا على الهوى اهو لغاية ساعة 12 ونص نداء لسواء النقل البسيط حتى لو عايز مني اجر بسيط انا تحت امرك انا محتاجة 30 مقطورة كبار من فضلكم فيه رقم كمان على الشاشة هنا بس انا مش عايز الرقم ده طيب انا نزلوا ارقام البرنامج من فضلكم لان ده الكلام يلاقيه مشغول طول الوقت مفوش ويتنج زي التاني لو سمحتوا انا انا يعني انا مبسوطة جدا مبسوطة جدا 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 وما زلت عندي مشكلة في العربيات لو سمحتوا احنا محتاجين عربيات نقل كبيرة جدا جدا تتجه لراز غير يوم الجمعة او السبت بالكتير اه كلمنا اعضاء مجلس الشعب هناك ينظموا لنا الحكاية عشان يبقى فيه كشفات للناس اللي هتستلم الحاجات سعيدة جدا سعيدة جدا 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 وفخورة جدا بيكو وما زلت هناك الناس كتير اوي مهما كان العدد ده الناس هناك كتير اوي 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 وعائلات وعيال وكل حاجة في الدنيا لو سمحتوا احنا ما زلنا منستقبل التليفونات خلال التقارير ما زلنا موجودين على الهوى كل عربية هتقف عند الدنيا جديدة دلوقتي هنزيع وهي بتقف ما زلنا في جمع التبرعات العينية بدنيا جديدة اربعة شرعة تعمير بالمهندسين احنا كمان هنجمع منكو حاجات اللي عايز يتبرع يتكلم على التليفونات فوق راسي من فوق فوق راس المصريين كلهم من فوق انتو شعب جميل وقوي وما يستهنش بيكو ابدا وقادي الشعب اللي بيعاني من الاسعار ومش لقيه لا الشعب كويس اوي الشعب كويس اوي بس انتو بطلوا فاتسي والشعب كويس اوي وبطلوا تقويم والشعب كويس اوي وهنقف مع بعض وهنبقى واحد واحنا ورا الجيش والجيش ورانا ويا ريت الحكومة بس تشد حلها شوية تشد حلها حبتين تلاتة اربعة انا بس ارجع لي انت بتفضل تقول لي مش فهم نروح نشوف التقرير اللي جاي وهو حاجة جميلة جدا نبتدي حلقتنا بحافظ للقرآن طفل حافظ للقرآن وكان عنده طلب لرئيس الجمهورية انا حبيت اوصله ان شاء الله رئيس الجمهورية يتفضل بانه هو يلبي الطلب ده فورا لان انا حاسن هو طلب من حقه جدا ما زلنا فتحين التليفونات هنروح نتفرج ولكن التليفونات لسه مفتوحة هاخد مدخلاتكو بعد التقرير على طول مستنية تبرعاتكو مستنية عنوانكو لو عايزين ناخد منكو حاجة مستنية عربيات النقل وهي اهم حاجة وريني جدا عنيتكو باية سوئين النقل نروح نشوفه ناركا